رفض رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الإجماع الدولي المتنامي على الدعوة للحوار ووقف القتال الدامي في منطقة تيجري شمالية البلاد باعتباره تدخلا وقال أحمد في بيان صادر عن مكتبه إن بلاده ستتعامل مع الصراع بمفردها بعد نفادي مهلة 72 ساعة للاستسلام مشيرا إلى أن بلاده ترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية ويصر أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام العام الماضي على وصف الصراع بأنه عملية لإنفاذ القانون بينما تطوق الدبابات في تيجري لاعتقال قادة الإقليم